أكثر من عشر ساعات يغيب التيار الكهربائي عن كاركوك يقابله ارتفاع بسعر الأمبير في الموالدات الأهلية بالمحافظة الأمر الذي أثار امتعاض الأهالي هناك 12 ساعة مدة انطفاء التيار الكهربائي في كاركوك يقابله 14 ألف دينار سعر الأمبير الواحد مع غياب فعلي لتيار الشبكة الوطنية وهو ما أثار امتعاض الكاركوكيين بشكل كبير بالرغم من مساعي الإدارة المحلية لحلحلة الأمور كل مواطن يناشد كهرباء ماكو مولدة ماكو أتعجب الوزارة النفط ليش ماذا ينطي قاس للأصعاب الموالدات شون السبب أنت تدري المواطن هو دا يعاني يعاني بيدك احنا بلد النفط القاس بيدك يا وزارة النفط ليش ما تنطينا القاس هاكو ناس هاي المولدات يعني التسعير صارت غالية عليهم وناس أجور يومي ما عدهم ديتش الإمكانية الساحب ثلاثة أمبيرات أو أربع أمبيرات والقطع صار هواية هسه أنا سطيلة بسادس أثناء المحاضرات في الامتحان أو في الدرس أعاني من الحرارة يعني أثناء شرح أنا أركز على الحرارة الجو حار يعني ما أقدر أركز أكثر على المحاضرة أو على المسائل اللي يشرحها المدرس قائم مقام كاركوك بيّن أن أزمة الطاقة الكهربائية في المحافظة تتحملها وزارة الكهربائي والنفط بشكل كامل مؤكدا أن حصة الأمبير الواحد من مادة الجاز لا تكفي لمدة خمسة أيام المشكلة والأزمة الموجودة في محافظة كاركوك بالنسبة لمولدات تتحملها وزارتين أولا وزارة النفط وثانيا وزارة الكهرباء وزارة النفط خمس لترات هذا الشهر مخصص للمولدات السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة كاركوك والسيد المحافظ توجهوا إلى مجلس النواب لمناشدة السيد الرئيس الوزراء لحل والتدخل لحل مشكلة كاركوك بالنسبة لمولدات أزمة الكهربائي تكاد تكون مكررة في كل صيف بالرغم من تغير المناخ واعتدال درجات الحرارة إلا أن ارتفاع سعر الأمبير وتزايد ساعات القطع المبرمج باتهما يضاف إلى هموم المواطن البسيطة من كاركوك مهند التميمي قناة الرابعة اشتركوا في القناة